السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح جميل ويوم أجمل بإذن الله قبل أن نبدأ الفيديو نزيل أعمالوا سبسكرايب وفعلوا الجرس وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو للآخر النهاردة هنأمل مع بعض فراخ البريستول السوري أنا عندي هنا لتر ومية عندي فنجال من الخل عندي معلقة من السكر ومعلقة من الملح عندي هنا وراك فراخ طبعا أنا مقطعها عندي هنا نشا خمس معلق من النشا وعندي كباية من الدقيق وكباية من المية وأقول لكم دلوقتي احنا نستخدمها في إيه عندي هنا التوابل كسبرة وتوابل فراخ وكاري وملح وفلفل وبابريكا أول حاجة احنا نعمل محلول من اللتر من المية وأحط فنجال من الخل وأحط عليهم معلقة السكر ومعلقة الملح بعد كده هقلبهم كويس وده طبعا هنقع في الفراخ بتاعتي هقلبه كويس عشان السكر والملح يدوبوا وده طبعا السكر بيتمتص الدم من العضم فلازم ننقعها قبل ما نستخدم الفراخ بتاعتي حتى لو انت مش تعملي الطريقة ديت جايبة فرخة كاملة لازم تنقعهم في المحلول دوت بعد كده هحضر معاكم الخليط هحط كباية من المية بعد كده هحط عندي النشا عندي خمس معالق من النشا بعد كده هدوبوا كويس في المية تنسوش يا جماعة تنزلوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ولو عجبكم الفيديو اعملولي لايك وطبعا اي استفسار اكتبوه في الكومنتات ولو حد عنده بيعمل نفس اللي انا بعمله دوت ممكن يكتب الوصفة اللي هو بيستخدمها لو كان فيه حاجة تانية بيستخدمها هلو بنتعلم من بعض انا دوبت هنا النشا هبدأ ان انا احط الدقيقة وبعد كده هقلبه كويس جدا طبعا الخليط دوت بيخلي الفراخ عندي مقرمشة هقلبه وهحط عندي التوابل هنا الكسبرة والفلفل الاسود والملح والبابريكا والكاري والتوابل الفراخ هقلبه كويس جدا لحد ما يبقى معايا الخليط زي العجينة بتاعة البانكيك كده بيبقى مش خفيف ولا تقيل جامل هوريكو دلوقتي هيبقى الخليط عامل ازاي بعد ما قلبته كويس اهو وطبعا لازم تقلبيه كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات من الضقيق اهو يا جماعة زي الخليط بتاع البانكيك كده بيبقى نفس السمكة بتاعه بس انا عندي هنا الفراخ بعد ما غسلتها كويس في المحلول ببدأ ان انا اغرزها بسكينة رفيعة وهرجحها يا جماعة تاني في المحلول هغرزها كويس وطبعا دوت عشان لو فيه اي حاجة في العظم من جوة اهو دم او اي حاجة ممكن تنزل في المحلول وغير كده كمان همجح حطها في الخليط اه الخلطة بتاعتي ان هي اه تشرب منها هنا انا بحب ادي سلقة للفراخ طبعا كنت ملعها على مية وحطيت ورق لوري وبصل واول ما المية غليت هنزل الفراخ بتاعتي تاخد نص سلقة وبعد كده هطلعها وهوريكو بعد ما طلعتها هنا هسيبها لحد ما تاخد نص سلقة انا عملت معاكو الرز الرز بالكاري هنا طبعا عندي كوباية ونص من الرز طبعا من اي اي او غصلا كويس وهنا عندي كاري وكركم وملح هنا هحط الكاري وكركم على معلقة من الزيت وهقلبه كويسة اول ما الزيت عندي بيسخن بنزل الرز على طول طبعا يا جماعة الكاري وكركم بيدوا ريحة وطعم تحفل الرز اكده خلاص الزيت عندي سخن هنزل الرز عندي وطبعا على حسب نوع الرز اللي انت بتستخدميه انا بحط كمية الميا هنا ده رز مصري عادي ده طبعا بتحطي الميا يدوب بتغطي الوش الرز انما لو بتستخدمي بسمتي طبعا بياخد ميا كتير جدا هقلبه كويس لحد الميا يتشرب وبعد كده هحط عليه ميا سخنة مش بحطه ميا سقعة انا بكون غالية ميا في الكاتل وبقوم حطه عليه كده خلاص هبدأ ان انا احط عليه الميا السخنة بس كده انا غطيت وش الرز الرز المصري بتاعنا ما بياخدش اكتر من كده لو حطيتي ميا زيادة هتلاقي عجن منك اول ما يغلي معايا هبدأ ان انا اوطي العين مش هسيب العين عالية عليه لأنا هوطيها وسيبه يستوي هكون حضرت معايكو بقى الخليط الجاف هنا عندي خمس معالق من النجا على ست معالق من الدقيق وعندي نفس التوابل اللي انا استخدنتها في الخليط السايب عندي كسبارا والكركم والكاري والبابريكا والبهارات الفراخ وشوية ملح صغيرين لان احنا كده كده حطين ملح في الخليط السايب عشان ما يتبقاش حدقة معايا هقلبه كويس جدا عشان التوابل تندمج مع النجا بعد كده هكون عندي هنا الفراخ خلاص يا جماعة بصوا دي اخدت نص سليء ما استودش سوى كامل في ناس ممكن تحط الفراخ تستخدمها عنية بس انا ما بفضلش كده لازم اديها غلوة على النار اي لحوم يا جماعة لازم تديها غلوة على النار اذا كانت لحمة او فراخ ما ينفعش ان تستخدمي الحاجة نية لان البكتيريا اللي موجوده اصلا مش بتموت غير في الغليان هنا هبدأ ان انا اغطس الفراخ بتاعتي في الخليط السايب او زي ما انتو شايفين كده وبعد كده باخد الفراخ من الخليط ده على الخليط الجاف طبعا هنا بيتخلي هنا حط نشع في الخليط السايب وحط النشع في الخليط الجاف طبعا الاتنين مع بعض بيدو ارمشها للفراخ لازم اغطي كله قبل ما احطه في الخليط الجاف طبعا هنا انت لو انت هتستخدمي الفراخ نية مش مستوية انت لازم تنقعها في الخليط السايب ده لمدة يوم في التلاجة ما ينفعش ان انت تستخدميها كده على طول وبعد كده تحمريها لأ بتزيبيها يوم كامل وبكوني مغرزاها كويس جدا عشان الخليط يدخل من جوة ولو فيه اي حاجة دم او حاجة بتنزل في المحلول اللي احنا عملناه بتنقعيه برضو اكتر عشان لما تحطيها في الزيت ما تيجي تفتحيها ما تلاقيش جواها دم هنا انا خلاص حطيتها في الخليط الجاف بتاعي هعملهم كلهم هغطسها كويس جدا في الخليط عشان تتشرب منه بعد كده بحطها في الخليط لو انت عندك من الاكياس الحراري ممكن تحطي الخليط الجاف في كيس حراري ويتطلعي من الخليط السايل وتحطي في كيس الحراري وترجي كويس جدا عشان الدقيق والنشا يجوا على الفرخة كلها وممكن بدل ما تستخدمي وراج بيجيبي مثلا فرخة وبتقطعيها على تمانية وبتبدأي تعمليها في الخليط السايل وبعد كده في الخليط الجاف هنا خلاص هنا بقى الزيت عندي سخن هبدأ ان انا انزل الفراخ بتاعتي بالراحة طبعا انت لو انت الفراخ عندك مش مستوية انت اول ما بيتحطيه والزيت بيبقى غزير وصخن كده بتوطي العين وبتسيبيه بقى عشان الفرخة تستوي هنا الفراخ طبعا وقده نص سوا فاستوت معايا بسرعة ما ارميشها جدا يا جماعة بجد وده كان الشكل النهائي لها وبقى الفهانة لو عجبكم الفيديو نزول اعملوا لايك للفيديو هنا يا جماعة بصوا ما فيش اي دم في الفراخ بتاعتي انتوا قدروا يتعملي جانباها بطاطس او رز بالكاري زي ما انا عملي لقد جانبا لقد جانبا لقد جانبا لقد يتعملوا بطاطس